لما تقرأ القصة استخلص منها الأمور تحت هذا العنوان استخلص منها الأمور المعينة للسلامة من الفتن خاصة فتنة الفاحشة ولي في هذا خطبة جمعة استخلصت من القصة أظن سبعة أمور مهمة جدا تعين الشاب بإذن الله سبحانه وتعالى على الخلاص من هذه الفتن وأعظم ذلك التوحيد الإخلاص لله أعظم ذلك التوحيد نجاة من كل شر بإذن الله الإخلاص للمعبود كذلك لنصرف عنه السوء والفحشة إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين هذه كراءة المخلصين الذين أخلصوا دينهم لله وحدوا الله أفردوا الله بالعبادة فالإخلاص والتوحيد نجاة أيضا الإيمان بالله وعظمة الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى وأنه مطلع على العب وأنه يراه هذا نجاة الاستعصام بمجاهدة النفس ومنعها والتشديد عليها في الإباء والامتناع عن المواقعة الأمر المحرم الدعاء اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من الأسباب المهمة الفرار من موضع الفتنة ما يبقى الإنسان مستشرفا لها بل يفر منها ومن مكانها لما دعتهم رأت العزيز ماذا حصل منه استبق الباب مجرد ما رأى المسألة فيها فتنة فيها كذا استبق الباب راح يعني يعدوا جهة الباب فارا من الفتنة لحقته وقدت قميصه من دبر وهو موليا فارا من الفتنة هذا من أسباب النجاة الفرار من موضع الفتن ما يستشرف لها ويبقى في مكانها بل يفر منها ويبتعد عن الأسباب التي تفضي بالعبد إلى الفتن فمع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور منعه أيضا الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى الاستعصام الفرار إلى غير ذلك من الأسباب التي تراها في قصته عليه السلام يذكر العبد في هذا المقام وهذا من أعظم المعينات السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم شاب دعتهم رأى ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هذه الكلمة إني أخاف الله نجاة للعبد دائما يملأ قلبه بها ويجعلها سندا له للتوقي من الحرام أخاف الله أخاف الله حتى لا يكتفي أن يجعلها عقيدة في قلبه بل يحدثها من أمامه يقول أخاف الله حتى يحرك الخوف في نفسه وفي من عنده يوسف عليه السلام كمل مراتب الصبر وكمل مراتب إيمانية كمل العدل كمل الإحسان كمل العفو والكرم والإحسان وهذا كله يظهر في المتأمل لقصة يوسف عليه السلام نعم